وبيع الإدارات شغالة يعني إدارة المسابقات شغالة ما تاخدش قرار بخصوصها المنتخبات نفسها الدنيا متوقفة ممكن متوقفة سنة ومحدشة قرار بخصوصها ليه ربطوها بالأمر المادي؟ في إدارات طوعية وفي إدارات بتحصل على قيم مليئة طيب إدارة التحكيم من أكبر الإدارات اللي طبعا هيتبقى تاخد يعني لأنه في لجان جوه اللجنة الرئيسية بالزبط وقبض عدد الحكام بقبض فأنت عندك كتلة كده أنت عايز تخلص منها بالعكس أنت دي ده عمود كبير جدا ده العمود الرئيسي اللي شايل أنت ما بتوقعه أنت الخسران بس أنت عشان أنت في فترة تهلد ومفيش أي حاجة ومفيش مباريات فالدنيا هتبقى ماشي شوية نار طلعين كده مبيلسعوش حد قرارات سهلة آه الدنيا هتبقى ماشي خلاص كابتن جمال طب هنشوف مين اللي هيجي طب هنرجع كابتن سامير محمود عثمان اللي هو يعني عينناه على الورق ومشيناه ما أعتقدش كابتن سامير طب هنجيب ما هونت بصها محمد أنت بقت الفترة دي آه في حاجات كتير جدا أنت عندك تقريبا ثلاث مدارس في التحكيم كانوا مدرستين بقوا ثلاثة لما اعتزلك كابتن سامير يعني أنت نفس هي كتلتين كانت كابتن جمال غندور كابتن صاحب عبدالفتاح ودخل اسم دي دي كابتن سامير لما تعين في المرة اللي فاتف بس ومجموعة تابعة هنا ومجموعة تابعة تحس أن كل حد بيبقى قريب منه مجموعة معنا بيطلحهم لا دول يبقوا وورا لما دول يبقوا قدام لكن وفي الآخر وبعدين لما بتبقى تخد بالك بقى مصد المشكلة التحكيم دي كبيرة جدا يعني مشكلة دايما إحنا مهما بنكون شايفين وقريين قوانين التحكيم لما بيطلعوا المحللين ودي أصعب فقرة دايما ومش لكل الناس لما بيطلع الحاكم نفسه هو اللي حلل زميله بتطلع مشاكل كبيرة جدا جدا نقول لك أصلي شوف وقفته وعمل زي هنا لو كان عايز يعمل كذا أصلي هنا لو كان عايز ففيه أمور كتير جدا 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 فأنا بقول لأسرة التحكيم انتوا اللي بتعملوا مشكلة لما بتحللوا الشغل بعض ولما بتجيبوا أخطاء بعض ولما بتعودوا على الترابيزة بتاخدوش قرار أنا لأسرة التحكيم في الكرة المصرية إنها تقعد على ترابيزة واحدة تقول كلمة واحدة تتعامل بشكل واحد وكمان حتة التحليل التليفزيوني دي لازم تتقنن بشكل معين النهاردة بقيت أنا آسف يعني في بعض القنوات هتطلب فلان عشان تقولك الرأي لفلان ما هتطلب فلان عشان تقولك الرأي لفلان إلا مرحم ربي في عدد منهم طبعا محترم جدا مميز جدا وموجودين على الشكل إنما في حاكم انت مش حابه مع اللي مش معاك فأنت بتقوله شوف جاريته حاسنه يعني فيها أصلي ما بيش قرار لا كان بعيد عن الكرة هنا ظهرت المؤامات والعلاقات بذات لما القايمة الدولية راحت فأتعرف مين تبع مين بس كمان القايمة بار أنت برضو فتحت حتة مهمة جدا دي كانت مشكلة من قبل لما تروح ومن بعد ما تعملت ومن بعد ما تبعت وقصة وده ليه وده يخرجوني ليه وبتصفوا حسابات ليه وانت عملتوا تاريخ وإحنا عايزين نعمل تاريخ فهي قصة في لجنة الحكام فيها مشاكل كتيرة جدا فحكام نفسهم إن هم يجتمعوا ويبقى ليهم كيان واحد هو ده أفضل حاجة تبقى ليهم خروج جمال الغندور هيعجل بعودة جهات جريشة في اللي اتبعت وخلاص ولا في اللي ايه ما هو في اللي اتبعت هو في القايمة هو خلاص في القايمة ماشي بس في الدور المحلي بس ما هو مين اللي جاي ممكن يجي حد طبعا ولا يكتفه بكابتن وجيه والكابتن عزم لا أكيد ممكن يجي حد ما أنت برضو طول ما احنا هولده يا محمد أنت مش مستعجل وبعدين لو اديت كلمة لحد هتصبر عليه لأنك مش هجيبه وتقبضه والدنيا ايه مش هتحمل نفسك أنت بقى عايز تحل قزمة الحكام أنت النهاردة منوت طبو بيقبض المنتخدم كويس مش معنى مقدرت من الناس بأنها خفضت نفسها كابتن حسين وبردو حاجة تحساب له الكابتن شاو بيبدأ وليه الأصل يعني الكابتن شاوي للأمان يعني ما بياخدش قيمته عشان يخفضها لكن معلنا دي كل واحد هو أضرب الحتة دي أو اللجنة كمان الخماسية هي أضرب الجزئية دي لكن أنا أتمنى أن اللجنة الخماسية في التوقيت ده كانت تبقى مدية للحكام فلوسهم وكمان كانت تقدر تعينهم في الفترة اللي هيعودوا فيها في بيتهم يعني أنت مش هتبديهم بقى يعني أنت المفروض اللي هو حقهم ده ياخدوه خلاص ده ما فيوش كلام ده أنت كان المفروض الفترة دي بقى المفروض بتطلع لهم قيم مالية لأن دول دلوقتي أنا آسف قاعدين في البيت ما لهمش داخل ما حدش يبص على أن الحكام أصل الحكم بياخدوا 3000 إلى 5000 في المتش وبيحكم كم متش ناس ما بتحكمش خلص غير ماتشين ولا ثلاثة واللي مرضي عنه بيحكم ماتش واثنين واللي ليه خطأ أصل ده بيعد أصل ده كذا وخلاص الفرج فأنا كنت أتمنى أن اللجنة الخماسية ما يبقاش المشكلة في حقوقه ما تاخددش لا المشكلة هتعمل إيه معهم في الفترة دي أنت حكامك اللي قاعدين في البيت دلوقتي تتعمل معهم إيه هو ده الكلام وهو ده دور اللجنة الخماسية وبعدين كلهم بيفكروا كويس وعندهم أمور مليئة كويسة وكالفترة فاتت الدنيا ما حسناش أنه أبدا فيه أزمة مليئة أنت قصة كلها شهر شهرين إن شاء الله تعدي على خير الأمور أيا كانت فأنت المفروض تتبقى حساب الأمور دي مش الفترة اللي فاتت كلها الحكام ما بتاخدش وتيجي دلوقتي أنت بيتساومها على فلوسها غير أن دورك الحقيقة لازم يبقى دلوقتي هتعمل معهم إيه طيب لفت انتباهي ببعين أنهم طبعا كلهم اشتركوا في القناة